ولكن وصيتنا لكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن في هذه الخطوات الأخيرة أن لا تبردوا نريد لهذا الفيلم أن لا يظهر على هذه المنصات بخمول أو سكون أو برود لا بد أن يصاحب ذلك اشتعال على مستوى الدعاية الإعلان الزخم الضجة التي ربما كذلك ترافق ظهوره على هذه المنصات حتى يشعر به الجميع ويلتفت إليه لا نريده فقط أن يكون واحدا من عنوين أفلام عالمية على هذه المنصات ويكون لا سمح الله مغمورا لو الإخوة البكرين يعينوننا ويقومون بدورهم المعهود بالدعاية والتسويق فسيكون ذلك مشكورا لهم إذا يعني يقومون بذلك أما إذا خنسوا إذا ضعفوا إذا أصيبوا بالموت السريري فلا بد حينئذ من أن يكون للرافضة دورهم المخالفون بكل صراحة أسدوا إلينا معروفا لا مثيل له لما استنفروا وصاروا كأنهم حمر مستنفرة وضجوا هذه الضجة وقاموا بهذه المظاهرات فكانت ذلك كانت هذه الواقعة لنسميها واقعة عظيمة مثلت أكبر دعاية وتسويق يحلم به تحلم به أية جهة إنتاجية في العالم يعني يتمنون أصلا شيء من هذا القبيل كل الصحافة كتبت وسائل إعلام كتبت وارتجت الدنيا جراء ذلك الآن نريد من لا يخذلون هذه المرة يعني أنتم لماذا انتفضتم في السابق انتفضتم لأن الفيلم عرض في دور سينما هي بالنتيجة محدودة لأنه كم عدد المقاعد في كل دور دار سينما يعني أقصى شيء بالمئات صحيح أهذا أعظم أم أن أم هذه المنصات المنصات توفر هذا الفيلم لكل من في الأرض يعني ملايين 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 الملايين فيفترض هنا يعني دينيا بالنسبة إليكم أن يكون اشتعالكم أكثر ضجتكم أكبر مظاهراتكم أوسع فنرجو أن لا تخذلونا هذه المرة يعني بس هذه وشكر الله سعيكم يعني بس هذه مو تخذلونا تنامون كل صوت يحارب هذا الفيلم الآن ويهاجمه سيكون ذلك في نفع الفيلم زين إحنا ما هو دورنا إخواني دورنا كل فرد منكم يجند نفسه في هذه الأيام القليلة المتبقية هي أقل من أسبوعين أمامنا يعني هو في يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر شهر ديسمبر لابد أن يكون هذا الإنسان الفاطمي الرافضي الأصيل قد جند نفسه لفاطمة الزهراء عليه السلام يعني ماذا يعني يقول أنا أمام هذا الحدث الكبير وهو خلص بعد تفجر الفيلم على المستوى العالمي أي واحد الآن في الدنيا يستطيع أن يراه أنا تكون لي بصمة في ذلك إسهام في ذلك قد يكون هذا الإسهام ماليا وهو مطلوب بالحقيقة لأنه كما تعلموا نحن اعتمدنا على أنفسنا منذ بداية هذا المشروع حتى هذه الساعة يعني لم نقبل بأن نبيع حقوقه لشركات هذه الشركات شركات التوزيع الكبرى توزيع الأفلام العالمية لأنه في الحقيقة هي التي يفترض أن تتولى هذه الأعمال التي نقوم بها الآن هناك عروض بالملايين ترجاءتنا لشراء حقوق الفيلم ورفضناها المفترض الآن هي مرحلة هذه الشركات شركات التوزيع تأخذ تشتري حقوق الفيلم لسنوات معينة 20 سنة 25 سنة كذا تدفع لك هم ملايين وانت خلص ما لك علاقة بعد هي تقوم بدور التسويق الدعاية الإعلان وكذا وهي تربح ما تربحه نحن مشروعنا ليس تجاريا مشروعنا دعوي خيري لا بد أن نكون نحن المتحكمين به لذلك رفضنا هذه العروض حاولنا مع بعضها أن نصل إلى كما يقال يعني خط وسط مثلا ما ما استطعنا أخيرا يعني شفنا أنهم يمتلكون كل شيء يأخذون الحقوق بأكملها ماذا نفعل بملايينهم يعني المهم عندنا يكون هذا الفيلم في حوزتنا لا أحد يرضى بأن يحول إلى مجرد مشروع تجاري هكذا ويباع لشركة من هذه الشركات لذلك نحن مضطرون لأن نقوم بكل شيء بأنفسنا وأن نرصد الميزانيات بأنفسنا الآن مثلا لدينا ظهور لهذا الفيلم على منصات الأفلام العالمية لا بد أن يترافق مع ذلك حملة دعائية كبرى هذه الحملة أيضا تكلف مئات الآلاف إن لم يكن الملايين هناك أفلام تصرف ملايين على هذه الحملة ترجمة نانسي قنقر